السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الملخية بالجنبري على اقصرها بالطريقة اللي اسماعلاوي وبطريقة في منتهى الجمال هنعمل ملخية بالجنبري وهنعمل تكة كده فيها تخلي الطعم قوي جدا طعم الجنبري فيها ونعمل شوية تحبيش هنشوفها مع بعض جنبها اكلة بجد في منتهى الجمال يلا نشوف مع بعض هنعمل الملخية بالجنبري ازاي اول حاجة عاملها معايا تكة بتفرق جمد جدا في الملوخية بالجنباري طبعا لو انت عند الجنباري كبير او صغير مش مشكلة لو عند الجنباري متنظف على طول برضو مفيش مشكلة لكن لو عند الجنباري انت اللي مقشرة زي ما انا عاملة كده القشر بتاعه ده اوعي ترميه سواء كان جنباري صغير او جنباري كبير هو ده اللي هنطلع منه شربة الجنباري اللي هنعمل منها الملوخية شوف الجنباري معايا هنا انا هنا مستخدمة جنباري كبير شوية لو عندك صغير ما فيش مشكلة بص الجنباري بتاعي من فوق لونه احمر ازاي ما كان الراس ده البطروخ اللي بيبقى في الراس طبعا انا شلت الراس لكن مش هرميها هخليها عندي انا هم بص هيوري هالك عاملة ازاي لونها احمر كل الطعم اصلا بيكون متركز في طعم الجنباري متركز في الراس بتاعته انا هسيب الراس والديل والقشر بتاعه على جنب مخصول كويس جدا وهبتدي اجيب الحلة بتاعتي حط فيها شوية زيت وثلاث فصوص حبهين وورقتين لورة وهنزل عليهم القشر بتاع الجنباري على طول وهبتدي كده اشوحه معايا تشوحتين وهتتفاجئ من اللون اللي هيظهر دلوقتي من قشر الجنباري ده بدون اي اضافات مش هضيف عليه اي حاجة هنبتدي نشوحه مع بعض وشوف اللون هيكون عامل ازاي وما تنسيش تدوسي لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ولو ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة شوفي بقى اللون بتاعي عامل ازاي مفيش دقيقتين ده اللون بتاع القشر فقط انا محطتش لا بابركة ولا طماطم ولا اي حاجة عرفت ليه انا بمبرميش القشر ابدا بتاع الجنباري انا كده حمرته هنزل عليه بماية مغلية ما تقطريش قوي حطش ماية مغلية على قد الملوخية اللي هتستخدميها انا هستخدم نص كيلو جنباري ونص كيلو ملوخية فما تقطريش المية عشان الشربة بتاعتنا تبقى متركزة هسابها هتاخد غلويتين على النار اه 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 عشان الطعم كله ينزل فيها وهنرش بس رشة ملح مش اكتر من كده وهنكمل مع بعض بقية طريقة الملوخية بالجنباري هنا بعد ما اتغلت معي هحط شوية ملح بس كده وهقلبها وهشيلها على طول من على النار وهصفيها هبتتي بقى في الملوخية بتاعتي هنعملها ازاي مع بعض هجيب الحلة بتاعتي وهحط فيها شوية زيت وهنزل بالبصلة المفروضة ناعم وهقلبها شوية والطومة المدقوقة ديت انا بقى عاملة توم مدقوق بالكزبرة الناشفة والملح والفلفل اللغدر ممكن تحطي فلفل احمر لو موجود عندك هنا بس يدوبك البصلة بتاعتي لونها كده يبقى شفاف هنزل بالدقة بتاعتي اللي هي التوم والكزبرة الناشفة والملح والفلفل اللغدر يدوبك تشويحة كده رحتها تطلع وهنزل على طول بالجنباري بس كده بحمص بس التوم كده رحته تطلع مش هخليه غمقه ولا اي حاجة وهنزل بكمية الجنباري بتاعتي انا هنا مستخدمة جنباري كبير لو ما عندك الجنباري الصغير ما فيش اي مشكلة وممكن تعملي برضو الخطوة اه بتاعة قشر الجنباري في الجنباري الصغير ولو مش موجود بقى عندك اصلا قشر جنباري الجنباري بتاع الجاي بتنظف جاهز فما فيش مشكلة هتبتدي من الخطوة دي وهتضيفي بدل شربة الجنباري دي مية مغلية. انا بس هنا القشر ده لازم نستغله عشان نطلع طعم قوي جدا. شفي بقى لون الشربة عامل ازاي? حكاية. انا عايز اقولك ان الميت الجنباري دي شربة دي ممكن تعمليها تسقي بها الرز بالجنباري تعمليها اصلا شربة وتشربها جنب الاكل بس تحط لها بقى اتوم وكسبرة وكمون. حاجة كده في منتج جميل. هنسيب الجنباري ياخد غلوتين كده. خلص كده والريم اللي اطلع دوت هنشيله مع بعض. اللون نون واحمر من اللون القوي مطلع ريم. وهنسقل دلوقتي الملوخية الخضرة المتخرطة الفريش. دي مش مجمدة. انا ما بستخدمش المجمدة. وهنقلمها مع بعض كده تاخد فورة واحدة كده وهنبتدي نشيل الريم ده كله بالمعلقة. وعايز اقولك حاجة مهمة جدا في الملوخية سواء ملوخية بالجنباري او اي نوع ملوخية تانية بتستخدمي دوبك بتاخد غلوة اول ما تحط الملوخية وبتطفي عليها وبتشيليها على طول من العين اللي انكي شغال عليها. عشان العين بتبقى سخنة فما تستمرش في طبخ الملوخية. عشان تفضل معاكي خضرة وما تسقطش. شويفين ملوخية بتاعتي خضرة وجميلة ازاي? وعملة عرق وفي منتهى الجمال. ورحتها قلبة دنيا. والطعم قوي جدا جدا من شربة الجنباري. بس كده. انا هنا بقى هعمل طبقة جباها ايه? طبق كده بتنجان محبش كده لو عايز تاميني مساقع اعمالي. انا هنا قلت البتنجان عادي جدا وصفتهم الزيت. وحطيت هنا جزر مبشور. كصبرة خضرة وشبت وبقدونس. حطت عليهم عصير لمونة. ومعلقتين خل. كمون. كصبرة نشفة. ومعلقة شطة او معلقة بابركة. والتوم دوت مدقوق مع ملح وفلفل اخضر. بس كده. هقلبهم مع بعض. وحط الدقة داية على البتنجان المقلي. واسبها كده من قبل ما اعمل الاكل كله. علشان نينزل طعمها على البتنجان. ويشربوا مع بعض. احل حاجة تعملي الملخية بالجنباري جنب كده طبق مسقع طبق بتنجان رغيف بقى عجبالة دي رز ابيض زي ما انت عايزة. انا هنا خلصت الطبق بتاعي في منتهى الجمال الملخية بالجنباري. عملت جنبها رز ابيض وكمان في عجبالة دي. والطبق البتنجان بتاعي عامل زي الزبدة. وبقى ايدي الجنباري اللي كان عندي عملته صنية جنباري بالزبدة كنا عملناها قبل كده مع بعض وهسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بصي بقى الملخية بتاعتي عاملة ازاي? ليها عارق ازاي ومتمسكة وتقيلة? وما سقطتش ولا حاجة. والجنباري فيها طعم قوي جدا واللون حكاية. يا رب بكون وصفة النهار ده عجبتك وجربوها بجد هتقلب الدنيا. وانا مسميها الشربة دي البنج. تشربيها وتنامي على طول ساعتين تلاتة. يا رب بكون الوصفة عجبتكو لو عجبتكو الوصفة. دوسي لايك واشتركي في القناة لو ما اشتركتيش في القناة ساني وصالي كل جديد. مطبخ رهيم ردوان.